موسيقى 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 معكم موسيقى أهلا بكم في قناتي الدرس الدخاص بجريد 5 يونت 2 part 2 at the amusement park أول حاجة هنبدأ بيها وإحنا متفقين أن في كلمتين بيجوا مع بعض أو verbal و noun اسمه فعل بيدوني معنى ساعد بيديني معنى مختلف خالص وساعد بيبقى باكاني بالضبط كونتوا بيهم جملة جديدة أو كلمة جديدة تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف الحاجات اللي احنا بنعملها في الموسيقى موسيقى repeat after me drank juice يشرب العصير drank juice cotton candy cotton يعني قطن وكاندي يعني حلوة اللي اتنين مع بعض بقى معناهم غزل البنات لأنه عمي زي القطن بالضبط فاسمه eat cotton candy eat cotton candy يعني يأكل حلوة غزل البنات when يعني يفوز prize معناها جائزة when a prize يعني يفوز بالجائزة في لعبة كده بيلعبوها زي لما يكصف فيها يفوز بالجائزة اسمها when a prize وطبعا مش محتاجة أقول لكم ان كل الحاجات دي بتتحفظ when a prize المصطلح اللي بعديه ده معناه اللي يلك باللعب اللي في الملاهي اسمها go on a ride go on a ride go on a ride go on a ride عرض يعني يذهب لركوب الملاهي أو لركوب لعبها في الملاهي يعني ياخد لفة فيها يعني هتقولك دور يعني زي يلعب دور يعني بعد كده see a show يرى عرض في عندك see a show في see a dolphin show اللي هو بتاع الدولافين see a show يعني عرض اي يمكن العرض ده درافيل أو مثلا عرض ده هم عاملينه في الميوزبينت بارك زي عندنا هنا dream park والحاجات دي فهو اسمه see a show بعد كده عندي have lunch يعني يتناول وجبة الغداء have lunch have هنا بمعنى يتناول مش لله أو يمتلك have lunch يشتري تذاكر يشتري اسمها buy وتكتس معناها تذاكر buy tickets ودي كل ده في present buy tickets طبعا لازم نخد صور للمكان وصور مع بعض اسمها take pictures يعني يلطقت صور صور take pictures واسمها pictures 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 معناها صورة ما اسمهش pictures take pictures يعني يلطقت صور reading skill يعني مهارة القرية هدي لك فرصة تكرا وبعد كده هكرا وانت هتكرا معي أو هتصرح لنفسك القرية و هتدي نفس اللغة و هتدي نفس اللغة من 1-10 نفس اللغة نفس اللغة فيه كريم يتبع جوز لديه بعض الفرنسيات أيضا هذه الفرنسية ترمي بشكل مجرد من الفرنسيات التي يمتع بشكل مجرد ترى الناس ترى الناس على الهدفة ترى الناس على الهدفة ترى الناس على الناس ترى الناس على الناس ترى الناس على الناس على الناس مهمة جدا صور ، غزل البنات نشكل القطن عصير ، Tickets Chicken اللي هو لحم الدجاج إنما الفرخة اسمها هان Chicken لحم الدجاج Cookies اللي هو البسكوت اللي بيبقى مقرمي شوية اسمه كوكز حتى ليه شكل معين كده Day يو Week أسبوع Month وطلع لسنة كفيها شهر Month بعد كده عندي year سنة Parents اللي هما والدين اللي هما ماما وبابا اسمهم Parents Parents Salad اللي هي سلطة French Fries اللي هي رقائق البطاطس المقلية اللي هي البطاطس يعني بطاطس المقل المحمرة اسمها French Fries Pound معناها جنيه Puts and Pans اللي هي أواني الطال هقولهم تاني من أول والدين والدين اسمهم Parents Salad French Fries Pound Puts and Pans That was a reading هدي لك فرصة انت تكرأ وبعد كده انا هكرا معينك كما يريد Circle Punt She brushed the cat and wash her dress لقد نقرأ مع بعض المحسدي ونقع مع بعض المحسدي ترحب أن نقرأ مع بعض المحسدي ونقرأ مع بعض المحسدي أحبت محسدي كامل أفضل؟ قلت نأتوني أنا أيضاً أطلقك؟ دعاً أطلقين هذا أحبت 3 برم هناك تتكون شكراً درينك الماضي منها وبتتحفظ زي ما هي نلقاتين نحفظها زي ما هي ونحفظها كتابة عشان دي يعني أفعال غير منتظمة وبتتحفظ زي ما هي وبقية الماضي منها اشترى نيجي هنا بقى في شرح الزمن الماضي وده هنتم شرحه تفصيلا بإذن الله في الفيديو اللايف ومعادنا كل يوم حد الساعة 10 مساء على القناة علشان نشتغل بيه ونشرحه بشكل مفصل عبارة عن ايه أول حاجة يزنبقى عارف انا بستخدم الزمن داني بستخدمها عشان عبر عن حجة عملتها في الماضي وخلصت خلاص خلاصتها طيب تعال أن نشؤف هو عبارة عن ايه قال لي أننا بحط الVERب في التصريف التاني في الماضي في التصريف التاني علشان فيه تصريف تلorrow Assistance للverb وده بيبقى زمن تاني خالص غير زمن حينا بنتكلم فيه فأول حاجة بتبقى التصريف التاني للverb وهو عبارة عن ايه إن أنا بحط أخر الـ verb D or ED or IED إما بحط D أو ED أو IED وكل واحدة من دول لها حالة خاصة بها في الطبيعي خالص أنا بحط ED في أخر الـ verb في الأفعال الـ regular الأفعال المنتظمة وهو عرفها منين؟ أحفظها أعرف إن الـ verb ده منتظم مش verb regular غير منتظم لأن الـ verb الغير منتظم نحفظه زي ما هو إنما الـ verb regular المنتظم هحط له في العادي أخر الـ verb ED لو انتهى الـ verb بـ E فأنا هحط دي بس هو ريحني وجاب لي الـ E فأنا هحط دي بس إمتى بأبحث بحط IED لو انتهى الـ verb عندي بـ Y والـ Y قبلها حرف ساكن وركز أو في D لازم الـ Y بقى قبلها حرف ساكن فبحظف الـ Y وبحط IED طب لو الـ Y قبلها حرف متحرك فو هعمل إيه؟ هحط الـ ED عادي مش هشيل الـ Y يبقى لحل وحيدة اللي بشيل فيها الـ Y وبحط IED لو انتهى الـ verb عندي بـ Y والي قبلها حرف ساكن زي كلمة study يذاكر study قبل الواي في دي فأدي ساكن فأنا هاحذفها هاحذف الواي وهحط اي اي دي بقت الافعال بقى اللي هي الاريجولار فيربس اللي هي الغير المنتظمة فهي بتضحف ازاي ما هي بتضحف ازاي ما هي فتعالوكنا نشوف شي بات تاكتس بات دي الماضي من باي بوت الماضي من باي فالشكل اختلف خالص بتاع الفيرب عندي لما جن فيها بن فيها didn't وبعد didn't بيجي الفيرب وطبعا هنشرحها تفصيلا ان شاء الله مع بعض في الفيديو لايف تعالي كده ناخد مثالي بقى لو دي انت جاتلي في الجملة الجملة هيبقى الفيرب فيها الفيرب في الماضي تعالوا نشوف الصورة دي كده مع بعض هو عايزنا اقول زي و سي اعملها في الماضي وان هما ما تناولوش الغدائي فتعالي نشوفها عاملها زي الجملة اللي فوقها عاملها في الماضي واللي تحتها عاملها بالنفي هقول زي سو اشو سي جبت الماضي منها بقى سو لازم احافظها اشو باي كايز اقول هما تناولوش غياء they didn't have lunch وhave ما جاتش هاد جات في البرزنت علشان انا حطيت لما كتبت الفيرب هيبقى الفيرب هيبقى في الماضي وعلى حسب منه هاحفظه عشان كده لما قلت جملة عادية قلت they saw a show ولما جيت نفتها هقولت they didn't have lunch تعالى نشوف اللي بعد كده اقولها معي برضو عايزني اللي فوق اسبتها واللي تحت انفيها هقول شي والماضي من take took she took pictures طبعا فيها she didn't win a prize والverb win هنا قالي infinitive هنا بيقولي we have lunch we see a show الماضي من have هاد اعمل هالي الاول وي هتبقى وي ايه excellent we had lunch we didn't see a show we had lunch we didn't see a show بدأته تفهم بالدنيا معي ومشي ازاي طب تعالى نشوف اللي بعد كده he go on a ride with drink juice عايزة اقوله ان هو روح يركب او ياخد دور في اللعبة هقول ايه he went on a ride he went on a ride he didn't drink juice he didn't drink juice هنشوف اللي بعد كده i drank juice go on a ride او فهقول i drink الماضي منها drunk i drank juice i didn't go on a ride i drank juice i didn't go on a ride سهل جدا الموضوع كده تعالى نيجي بقى لجزء بتاع الفونيكس وجزء الفونيكس ده مهم جدا جدا ان انت تبقى عارفه تخيل ان ساعات حرف دي بتنطق تي تعالى نشوف امت حرف دي بتنطق كأنه تي اللي هي ال اي دي بنطقة كأنها تي ال اي دي او ال دي بنطقة كأنها تي لو انتهى عندي الفربي بي ال P و K S H C H G H TH SS C X لو انتهى الفربي عندي لو انتهى الفعل عندي P K S H C H G H TH SS C X P K S H C H G H TH SS C K بعمل ايه بنتق اي دي كانت تي زي كلابت هلبت كوكت لوكت ووشت بوشت فكست ماتشت لافت وهكذا كالمة زي كلمة باك ماانا هي خبز انتهت بالي بس دي سالي نتياؤها فا باعتبر انه مش موجودة بعتبر ان هي انتهت بالكي فبقول باكت معناها هي قطع ويقطع قطع يعني اسمها ايه بقى انتهب بالبي فنطقة كناتي يقبل او قبلة بقى الماضي انتهت بالاس فنطقة كناتي كوكت طبخ واشت 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 براشت براشت توكت ووكت كروست الافعال اللي جاية دي هنطقة هادي عادي وقلنا قبل كده ان البي سايلنت في يتصلك فتبقى وستارد معناها زاكرة بعد كده عندي معناها زورة الجزء ده بيوضح لي امتى بنطق الدي كأنها اي دي او تي او دي طبعا كل اللي احنا ان احنا قلنا تي قلنا دي واناش محتاج ان انا احفظ الدي انا محتاج احفظ بس ان ال اي دي لو انتهى عندي الفرب بي تي او دي نيجي لقصة دي واحنا لسا قرينها في شكل جمل هتحاول انت تقرغها تاني وترتبها وهنتبها مع بعض ان شاء الله في الفيديو لايف وكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة اه اتمنى ان هو يكون حقا لكم استفادة فانتظركم ان شاء الله كل يوم حد الساعة 10 مساء فيديو لايف على القناة وشرح من فعاليات درس اونلاين مجانا بس مباشر اي حد في سنة خمسة حيبيب ان هو يبقى معينا يبقى معينا مفيش مشكلة من اي مكان في مصر احنا معينا اه طلاب من محافظات وطلاب من خارج مصر اللي هما بيقوا عندهم يعني في السعودية وبيتعليموا طبعا التعليم المصري بتاعنا فمتاح لاي حد شكرا انيكم وادمتم بخير